أهلاً وسهلاً بيكم سمعتوا عن زواج الصداقة وزواج الويكند وزواج الpart time؟ دي أنواع عجيبة من الزواج بدأت تظهر في العالم وتنتقل لمجتمعاتنا لازم نتناقش فيها ونفهم ليه الناس بدأت تهرب بالحلول دي من الزواج التقليدي وعشان نبدأ النقاش ده صح لازم نسأل نفسنا إحنا بنتجاوز ليه أصلاً إيه أهدفنا من الزواج غير الهدف الأوحد اللي المجتمع مش شايفة اللي هو؟ وهل بتتحقق ولا بنتحكى لنفسنا؟ وهل ده من أسباب تعستنا؟ ولازم نغيرها؟ ده اللي هنحاول نكتشفه مع بعض في الحلقة دي وأنا عايزة النقاش المهم ده يكون في سياق نقاشنا المستمر عن مشاكل مجتمعنا وقصارنا اللي فيها كتير من الإنانية والنرجسية والأوالي بالجامدة اللي قد تعستنا لإني انبهرت من ردودكم على نقاشين بدأتهم على فيسبوك هحكي لكم كان فيهم إيه؟ وردودكم في التعليقات والرسائل عليهم كانت إيه؟ وبعدين هقول رأيي هنا بالتفصيل عن أسباب مأساة الدوافع السلبية الغريبة اللي بتأدي لزواج التعيس من وجهة نظري في مجتمعاتنا يمكن نقدر نتفادها في نفسنا وفي الجيل الجديد اللي المفروض نربيه بشكل أفضل شوي وحنتظركم تنقشوني في رأيي بقراءكم وتجاربكم في التعليقات زي ما احنا نتعودين دايما وبعدين في حلقة منفصلة أوف لايف بعد كده هقرلكم حرفيا قصاصكم الواقعية اللي شاركتوها معايا في التعليقات وفي الرسائل وطلبتم نشرها بدون اسم لتعامل فائدة أول نقاش من الاتنين حكت لكم فيه عن شكل جديد من العلاقات اخترعوه الشباب اليابانيين اسمه زواج الصداقة الناس بتتجوز أصحابهم الأنتيم أو البستي أو البست فرين زواج أفلطوني يعني يعيشوا مع بعض إخوات أو كل واحد يعيش في بيته بس متجوزين على الورقة وده لأن في مجتمعهم في مشكلة حقيقية في عزوف الناس عن الزواج والخلفة لدرجة أنهم مهددين بالانقراط زي مجتمعات كتيرة اتكلمنا عليهم في حلقات وباقي الوحدة فالحكومة هناك بتشجعهم يتجوزوا بأي طريقة بإعفاءات ضريبية ومميزات مادية وحاجات تشجعهم على الجواز وكمان لما بيتجوزوا بيكتسبوا القبول الاجتماعي فيخلصوا من زن المجتمع والأهل احنا مش هنفرح بيكم مش هتتجوزوا والكلام ده فيعني بمختصر زواج مصلح ومن غير مسئوليات البيت والأسرة العادية بحيث كل واحد فيهم يبقى حر يعمل اللي يعمله وقلت لكم ان طلع في مجتمعاتنا بديل محلي سموه زواج الويكند أو الpart time اللي هو كل واحد في بيته ويتقابله في الويكند أو يسافروا كل شوية مع بعض خصوصا الناس الأكبر سنة اللي عندهم أولاد مثلا من زواج سابق وكل واحد مش عايز يسيب وظيفته وبيته وحياته اللي متعود عليها وفي نفس الوقت حاسس انه محتاج يتجوز فبيعمله الزواج المخفف ده من وجهة نظري لما سألتكوا رأيكم في البوست أنا فجئت الحقيقة ان نسبة لا يستهان بيها من التعليقات قالت انها فكرة هيلة ونفسهم ينفزوها اللي هي فكرة بتاعت اليابانيين وانها هتحقق لهم فواية كتير أهمها انعدام المسئوليات والخلاص من زن الأهل واكتساب القبول الاجتماعي بدل ما يبقى اسموهم عزاب أو فاتهم القطر أو بيرين وما حدش عايزهم وان موضوع الحميمية اللي في الجواز ده مش مهم بالنسبة لهم خالص المهم المظهر الاجتماعي والونس والصحوبية الإجابات دي خلتني أفكر كتير جدا في سببها من وجهة نظاركو ويمكن نقشتوكو كتير في التعليقات وقعدتو يعني تحاولوا تستفزوني إن أقول رأيي في البوست وقلتلكو هرد على مهلي بعدين أنا عايز أعرف الناس اللي قالوا كده أو كانوا شايفين إن ده حل يعني منطقي أو يسعيدهم في حياتهم خصوصا للشباب اللي لسه ما تجاوزوش الونس هيحصل إزاي؟ وكل واحد عايد في بيته طب ما تفضله صحاب والمواد ده والرحمة المفترضة في الزواج المفروض تترجم لأفعال صغيرة عفوية كل يوم حاجات بسيطة ما بتتحكيش لما بيبقوا الناس بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في البيت المواد ده والرحمة دي بتبقى لمساته وكلماته ومساعداته وأفكاره وضحك مع بعض حاجات صغيرة وكتير كتير كتير طول النهار كل يوم هيحققوها إزاي وكل واحد عايش في بلد تانية أو في بيت تاني جواز افتراضي على تشات هيعودوا يكتبوا البعض فلما الزوجة تفضل عايشة لوحدها ومعتمدة على نفسها وهي الرجل والستة في حياتها وبتصرف وتحل مشاكل وتاكل لوحدها وتعيط لوحدها وتنام لوحدها الزوج في الحالة دي لازمته إيه في حياتها والعكس صحيح الزوج اللي عايش لوحده وبتصرف في كل حاجة لوحده وبياكل لوحده وعيش حياته لوحده الزوجة في يدتها إيه في حياته ففين الهدف من الزواج عشان كده أنا قلتلكم إيه ده وفعكم للزواج أو إيه هدفكم من الزواج في الحالة دي الموضوع إيه مظهر اجتماعي ما يجوا يتعايز مفحف لا ياخد حد في إيده بدلا ما يروح لوحده يعني الفكرة غريبة بالنسبة لي جد بعضكم قال لي طب ماه ده نموذج موجود في حياتنا من زمان بسبب صفر الزوج للعمل في بلد تانية عشان يحسن دخلهم وبقاء الزوجة بالأولاد في بلدها وبيتقابلوا أيام قليلة في الثان وده حقيقي فعلا والنموذج ده موجود فعلا ولكن مين قال أني شايفة أن ده زواج صحي ده أنا شايفة أنه أحد أبشع أسباب التعاسة والتفكك الأسر والاجتماعي في مجتمعاتنا من السبعينات وطالع وكلمتكم عن ده بالتفصيل لما تكلمنا عن كتب الدكتور جلال أمين ماذا حدث للمصريين أصل لما الأزواج يحرموا من الحميمية اللي هي حقهم وهم في عز شبابهم سنهم وحياتهم وحبهم ده مش هيتحوش لما يبقى الزوج ييجي والسند اليومي في مشاكل الحياة اليومية اللي بتحصل كل يوم حاجة مهمة لازم يتشاركوا فيها كل يوم اليوم اللي بيعدي ما بيجيش تاني ما بنعرفش نحوشه والزوج بيتحول لراجل غريب بعيد عن حياة الزوجة والأولاد ويفقدوا الصلة بيه بالتدريج ويبقوا متضايقين في الوقت اللي هو موجود فيه اسألوا أي حد حواليكم ده كان وضعهم مشاعركم الحقيقية ايه عن أبوكم أو عن زوجكم واسمعوا ما لا يرضيكم في هذه الحالة ففين الأسرة في الوضع ده مجرد شكل اجتماع على الورق وبعدين تصدم أن كل واحد فيهم كان عنده احتياجات ملحة وكان شاب في عز شباب وهي شاب في عز شبابها فلاقوا البديل خارج علاقتهم الزوجية دي ويعوا في الغلط أنا نصحتكم كتير أن الأسرة وحدة واحدة لازم تفضل في مكان واحد معظم الوقت وإن ده أهم من أي فلوس ده رأيي الشخصي طبعا حرين قلولي أنتوا عايزينه في التعليقات فحبيت أفهم أكتر بعد ما شفت بقى النقاش بتاعي اليابانيين ده حبيت أفهم أكتر إيه ما فهمكو عن الزواج وتوقعاتكم منه وجه عام فسألتكو في بوست تاني هي الناس بتتجوز ليه وسألتكو أنتوا بالذات تجوزتوا ليه والناس اللي حواليكم تجوزوا ليه وإيه توقعاتكم من الجواز وهل تحققت ولا لا أودتكو شوية أمثلة حطتلكو طبعا روابط البوستات دي في وصف الفيديو زي ما احنا متعودين ممكن تروحوا تشوفوها وتشاركوا في النقاشات وطلبت تشاركوني تجاربكو الواقعية قلتلكو مش عايزة إجاباتنا مزاجية ومحفوظات أنا عايزاكو تحكولي من وجهة نظركنتو أو في الحالات اللي انتوا شايفينها قريب في نطقكم الاجتماعي القريب ده بقى اللي أنا هشاركو عنه نظر عامة النهار ده في الحالة دي افتراضات أحلام ما تحققتش أحلام تحققت ناس نجحت في اللي كانت نفسها فيه حاجات كتير جدا فأنا هجمعها في نقاط أساسية في الحلقة دي وبعد الحلقة الجاية أو لايف نسمع القصص بقى نفسها قرهالكم بحيث بعد ما نكون حكينا الحكاية هنا لما نسمع القصص نقدر بقى مخينا يشتغل ونطبق عليها اللي شرحناه فنقدر نستفيد منها فنعمل زي مني كورس كده الحلقتين دول مع بعض ممكن نعتبر يعني النقاشات دي باللي احنا هنقوله النهاردة باللي انتو هتقولهولي في التعليقات زي دراسة اجتماعية مصغرة كده نحاول نفهم بيها نفسنا ونصلح أفكارنا لأن اللي جاوبه حتى الآن ستات ورجالة من كل الأعمار من العشرينات للستينات من كل الجنسيات العربية عايشين في كل مكان مش في مكان واحد متزوجين وعزاب ومطلقين فاحنا عندنا كده ايه؟ يورينا المجتمع كله شايف ايه تقريبا على الأقل الناس اللي بتتبع نبدأ نفكر مع بعض بصوت عالي في إجابة السؤال الوجودي الأهم في حياتنا احنا بنتجوز ليه؟ وعايزة كل حد بيسمعني يفكر في نفسه والإجابة من وجهة نظره واحنا بنتكلم نفسيا في محركين أساسيين للإنسان بيدفعوه لقرارات حياته لو كان إنسان سليم نفسيا أو أقرب للسلامة النفسية طلب المتعة وتفادي الألم دول أكبر محركين في حياة الإنسان إننا نجري نبحث عن ما يسعدنا وما يفيدنا ونهرب ونجري من ما يقلمنا أو ما يخفنا أو ما يهدد ده كان واضح جدا في إجاباتكم بالنسبة لي أكيد كان فيه دوافع الإجابية التقليدية المتوقعة إيش باع الشهوة غريزة الأمومة والأبوة والشكل اجتماعي والكلام ده كله ولكن بعض الإجابات كان فيها توقع مفرد في الرومانسية والمثالية والشعيرية من نوعية عين أو عف أخ مسلم وخلف صلاح الدين والكلام الكبير اللي كان بيتقال في الدروس والدعاء الجدد والكلام ده كان واضح من وجهة نظري وغلطوني لو كنت أنا غضط يعني إنها صادرة عن ناس صغر سن أو غير متزوجين وإعلاقاتهم الاجتماعية ومحوتهم الاجتماعية محدود شوية أو وقعين تماما تحت تأثير الدراما والأغاني والروايات وصفحات الرومانسية على السوشال ميديا بما فيها الإسلام ورومانتكس الرومانسية اللي هي مغلفة بالدين يعني رأيي إن الكلام ده جميل في الكتب ولكنه توقعات خرافية من الناس العاديين في عصرنا هذا في مجتمعنا هذا بكل ما فيهم من نواقص ومشاكل وتراكيب نفسها معقدة جدا لا علاقة لها بهذه المفاهيم البراقة المفرطة في المثالية والرومانسية فرق التوقعات ده بيعمل خيبة أمل شديدة جدا للناس اللي بتدخل الزواج متخيلة من نهال ده اللي هتلاقيه فتلاقي شبه باسيوني ابن خليطة ما فيش صلاح الدين ولا كلام من ده خالص فحاولوا تنزلوا على أرض الواقع شوية وتثبطوا توقعاتكم قبل ما تختاروا اختيارات سازجة جدا وتتصدموا بعد كده حلقات السازجة المفرطة والمثالية المفرطة هتلاقوا فيها ما يفيدكم في هذه النقطة كان في محفوظات كمان للمجتمع اللي هي سطحية جدا وغير واقعية زي البنات الكتير قوي اللي بتقلهم إن كانوا عايشين في حياتهم في بيت أهلهم كل حاجة في ممنوعة والأهل بيستخدموا أسلوب الترغيب السلبي أو التحفيز السلبي إزاي يخنقوها ويمنعوا عنها كل حاجة وعن كل ما تقول أنا عايزة أشتري حاجة أنا عايزة أسفر مع أصحابي أنا عايزة أروح لصحبتي يقولولها لما تتجوزي بيعملي اللي أنت عايزة مع جوزك فتقوم بقى تتزقق يعني تتجوز بقى بأي طريقة لإنها تخلقت بقى هتفتص بتكتشف إن بيت جوزها زي بيت أهلها وأحلام الصفر والخروجات بالليل متأخر والرومانسية بالمهلبية اللي كان نفسها فيها دي تبخرت في ناس قالت جوزت عشان نفسي ألبس فستان وأعمل زفة وافرح زي أصحابي أو الأسوأ عشان أغيز أصحابي وده كان من بعض التعليقات والرسائل اللي وصلت فتكتشف طبعا النهاية اللي خسرت في الآخر لأن الموضوع مش مسابق ولا مجرد فستات وصور سوشال ميديا تحقق بها الانتصار وبعدين بعد كده تصحى الصبح خلاص كل واحدة راح بيته لا ده الحقيقة لسه هتبدأ أهي بقى مع حد انت مش طيقاء أصلا ولا تعرفي عنه حاجة ولا انت مهتمة بيه انت كنت جايبة ديكور يوقف جمك في الصور بواحد بيطلع حلو في الصور يعني فطبعا مصيبة سود عشان كده كمان التوقع العجيب بتاع اتجوزنا عشان كل الناس بتتجوز ده كان برضو من ضمن الحاجات اللي أنا يعني استغربت انها مزالت لسه موجودة في مجتمعنا لغد الوقت اللي ان دي عقلية القطيع اللي لازم نتخلص منها لان هل كل الناس بتتجوز صح للأسباب الصح فاحنا لما نمشي وراهم ونعمل زيهم احنا كنا نعمل صح ولا احنا مجرد بنقلدهم في الفشل بدون وعي ونرجع نقول الجواز هو اللي وحش انتوا قولوا لي فيه ناس قالت اتجوزنا عشان تطور طبيعي ما صار كده طبيعي احنا مربوطين فيه ماشيين في الساقية نتخرج نشتغل نتجوز نخلف مع الناس وخلاص وطبعا ده شبه النقطة اللي قبله ما ينفعش قرارات مصيرية تتاخذ من غير تفكير وتخطيط وهدف واضح واختيارات شخصية كل انسان له حياة منفصلة له ظروف مختلفة له ضغوط مختلفة له احلام وتوجهات مختلفة ما فيش حاجة اسمها بالعافية كل الناس لازم تمشي في نفس الخط ده ما فيه من الناس ممكن تتجوز وتكمل دراستها مثلا وها منتجوز ايه المانع ما فيش اي مانع لو الشخص اللي تزوجته ده يعني متفاهم لو هم عايشين في مجتمع تاني غير مجتمعاتنا الناس فيه بتتجوز صغيرين جدا زي الناس اللي عايشة في الغرب مثلا من الطبيعي جدا الناس بتجوز عندها 18 سنة ويكملوا حياتهم مع بعض الوحدهم من غير اهليهم خالص بيشتغلوا ويصرفوا على بيت وفتحوا بيت احنا طبعا النموذج ده بالنسبة لنا خيال علم يعني فإذا فكرة التطور الطبيعي دي الفكرة في حد ذاتها ماشي مقبولة ولكن تطبيقها في مجتمعنا غريب جدا فيه كمان نماذج كتير لاختلاف التوقعات بين الستات والرجال ودي نقطة رهيبة جدا لأنها بتقدي الخيبة أمل رهيبة بتحصل للطرفين ازاي الراجل في مجتمعنا عموما غالبا طبعا فيه ناس كتير بتفكر بشكل مختلف أنا بقول غالبا عموما بشبوها جعل عايز يشبع غرائز كأولوية أولى لأن احنا الناس المتدينين مسلمين أو مسيحيين مفيش عندهم أي نوع من الحميمية قبل الزواج وإن ده الشكل الوحيد الحلال المقبول اجتماعيا لازم الناس تتجاوز عشان تشبع رغبته فالشباب والولاد اللي بيبلغوا من سن 14 سنة مثلا على ما بيكون 25 سنة بيكون استعوى بقى خلاص يعني هيموت بقى فجوزوا بقى بقى أي طريقة فأول حاجة ضغطة على أعصابه ومش شايفة اللي هي إنه هو عايز يشبع غرائزه كأولوية أولى الست العكس بقى عايزة إشبع عاطفي ورومانسي كأولوية أولى ودي طبيعة الست يعني بغض النظر بقى هي صغيرة مراهقة كبيرة جوزت قبل كده عادة غالبا نفسية الست إنها بتحب قوي إنها تشبع احتياجاتها الرومانسية والعاطفية عشان تعرف تدي حميمية زي ما شرحنا في حلقات سابق فالتنين دول يتقابلوا يحطوا الوش الاجتماعي بتاع التمثليات ده اللي هو كل واحد بيوري اللي عايز يتشاف منه عشان يتجاوزوا خلاص عشان يمشي الموضوع وبعد يتجاوزوا وتقفل عليهم باب يفجأوا إنه توقعاتهم لم تتحقق فيتصدموا ويكرهوا بعض وبتوصل للطلاق في معظم الحالات للأسف بسبب النقطة دي بس يعني ده النقطة دي بس فرق التوقعات ده وخبة الأمل بتحصل منها في رأيي أحد أكبر أسباب الطلاق في مجتمع من الدوافع الإيجابية كمان الغريزة الطبيعية وده شيء متوقع لأي إنسان طبيعي رجل أو ست ولكن في نفس الوقت فيه تأثير اجتماعي ما ينفعش نتجاه له وهو حصر الزواج في مجتمعنا في قاع هرم احتياجات الإنسان المجتمع شايف الزواج عبارة عن ثلاث حاجات سرير ومطبخ وتكاثف ده تعريف المجتمع للزواج ومش شايف غيره وشايف بقى إن الناس تبلع مع الحاجات دي أي حاجة عشان تحقق التلاتة دول طبعا ده كلام كان ينفع يمكن في أجيال سابقة في مستويات اجتماعية على قد حالها زمان في مجتمعات منغلقة صغيرة مش عارف إيه لكن حاليا أبسط الناس في إيدهم انترنت شايفين الدنيا فيها إيه بقوا يفهموا حاجات كتير جدا بيتابعوا الناس اللي بتقول محتوى على السوشل ميديا وانلاين ما كانوش قبل كده بيوصلوهم فبالتالي طاقعات اختلف التفكير اختلف ومعادش ينفع إن احنا نحصر الزواج في التلاتة دول بس الحاجات دي وحشة لا طبعا الحاجات دي مش وحشة ومش غلط ومش حرام بالعكس ولكنها أبسط احتياجات الأساسية للإنسان مش كلها لسه في فوقها احتياجات كتير المفروض نسعى لها بعد ما نحقق احتياجات الأساسية دي فتبقى زكاء إنها الأساس كده اللي بنينا بتاع البيت نبدأ نبني البيت بقى نرتكز عليها ونطلع لفوق نتطور إنسانيا ونفسيا واجتماعيا نحقق ذاتنا نعمل تأثير إيجابي في محطنا وده مش هيحصل إلا بتنمية العلاقة لمستويات أعلى من التفاهم والارتباط والتعاون بعد ما حرارة الشهوة الأولينية دي تقل وتتحول لدفء هادئ مستمر اللي هو إيه اللي هو السكن والمواد ده والرحمة مش الرغبة اللي لازم تهدأ الرغبة دي لازم تهدأ عشان نعرف نركز في ما هو أهم الناس بقى مش فاهمة ده فلما يدخلوا الجواز مش عللين وبعدين الرغبة تهدأ بعد ما تحققت يبدأوا يتخيلوا إن هم ما بقوش بيحبوا بعض ويلا بينا نتطلق بقى فطبعا ده تفكير غلط جدا للأسف ده ما بيحصلش المبالغة في المنع قبل الجواز والمبالغة في تأجيج الشهوة ورفع التوقعات جدا جدا والمبالغة في التكاليف والتقاليد والمعوقات بتصعب الزواج فبتأخر سن الزواج فبتحول الشهوة لمحرك أساسي يعمل إنسان مش شايف غيره وبيختار على أساسه فقط لأن الإنسان الجعان لو واحد أو واحدة جب نارة من في الصحراء من غير أكل ولا مية خمسة يام وأول حاجة هيفكر فيها أول ما يشوف بني قد مين عايز ياكله وش هو انت منعه من حاجة ما فيه الشايفة اللي هي ساعتها بقى لما تيجي تقول له تحقيق ذاته بتاعي موتك يعني الفكرة إن إحنا لما بنبالغ جدا في تعظيم الحكاية دي بيبقى الإنسان مش شايفة اللي هي فبتعميه وفي نفس الوقت محدش علمه يتخذ أي قرار لوحده في حياته بدون تدخل أهله فهو أو هي ما بيعرفوش يختاروا نفسهم لون الشراب حتى مش شريك الحياة فخلقنا بنفسنا أسوأ مشكلة في مجتمعتنا الاختيار العشوائي تحت تأثير الكابت الجلسي مصيبة سودة في رأيي ده كده مش جواز ده رأيي شخصي ده مجرد تزاوج شهواني يفتقد لكثير من مقاومات التواصل الإنساني العاطفي والعقلي الراقي المتحضر الراقي المتحضر مش بتكلم على مستويات اجتماعية بتكلم على رقي إنساني في القرن الواحد وعشرين إحنا بقينا ناس مش عايشين في الكهف ولا عايشين في الصحراء ولا عايشين في الغابات ولا أدغال بقينا ناس عايشين في مجتمعات متحضرة في إدنا أعقد شكل من التكنولوجيا معلومات العالم كله محطوطة تحت إدنا بضغطة زر بلاش ما ينفعش نفكر ونتصرف ونتجوز ونخلف بنفس عقلية عشر أجيال سبقتنا صح ولا أنا غلطانا فالحقيقة إن الجواز مش أهم إنجاز في حياتك زي ما المجتمع بيحاول يوهمك الجواز إنجاز آه طبعا حاجة مهمة مهمة جدا ولكن الجواز هو السكن اللي بيهديك ويحيد شهواتك اللي عميهاك دي عشان تعرف تركز هتنجز إيه في حياتك قبل ما تمشي منها عشان ده اللي هتقابل بيه ربنا مش قصدي أطلبك تبقى إنسان خارج ولا أنا نفسي كل الناس يبقوا مخترعين وعلماء مش ده اللي بيتكلم فيه خالص ولكن كل إنسان فينا عليه مسؤولية جي الحياة دي لسبب لازم تكتشف هو إيه لازم تسأل نفسك بتعمل إيه في حياتك بعد ما تجوزت غير إنك بتروح الشغل وتيجي من الشغل تربي عيال بتاكل وتشرب وتنام وتصحى الصبح وتروح الشغل وتاكل وتشرب وتنام وهكذا لوقات ما تموت دي مش حياة دي الباسك بتاعت الحياة فين حياتك اللي فوقها وهتفضل تعمل إيه بقى عمرك غير مسؤوليتك الزوجية مش لازم تعمل حاجة خريقة زي ما قلت بس لازم تسأل نفسك هل تقدمت في نفسك وشخصيتك عن يوم ما تجوزت بسبب إن انت جوزت هذا الشخص بالذات ده الجوز الصح لازم تسأل نفسك اتعلمت إيه علمت الناس إيه طوعت في إيه طورت نفسك في إيه غير شغلك تأثيرك إيه في محيطك خارج حياتك الروتينية في البيت والشغل لازم توجد معنى لحياتك ده اللي بيجي منه الارتقاء باحتياجاتك الأهم من إشباع الشهوة اللي بيجي منها السعادة من غير دي مفيش سعادة الدراسات النفسية بتقول إن السعادة الدائمة بتيجي من إيجاد المعنى ده وده بالضبط اللي ربنا سبحانه وتعالى بيشجعنا نعمله قل سيروا في الأرض فانظروا فكروا ما تمشوش وتبقوا بتبقوا زي الأنعام ماشيين فإن بتلف في السقل غاية ما تموت سيروا في الأرض فانظروا فكروا لازم كل شوية نركز ونفكر ونحاول نفهم إحنا راحين بحياتنا دي فين وهل ده طريق صح ولا ماشيين مع القطيع وخلاص مطرح ما الناس تاخدنا إحنا ماشيين اللي بيحصل إن معظم الناس بتتجمد في قاع هرم الاحتياجات زي ما قلنا الشهوة والأكل والتكاثر وتعيش حياتها لغاية ما تموت في هذه المرحلة البدائية للإشباع اليومي وخلاص وتعتبر هي دي الحياة فطبيعي بيوتو عسى ويفقدوا الاهتمام أو العلاقة تموت لأنهم مفتقدين المعنى اللي بيجي منه السعادة فبشكل أوضح هل مجرد إشباع الغرائز الأساسية اللي هي الشهوة والأكل والتكاثر كافي للسعادة الزوجية والاستمرار للزواج في رأيي الشخصي لا ده مستوى الكائنات غير العقلة الإنسان العقل المتحضر له احتياجات قسمة كتير جدا نفسيا وعقليا وروحيا وماديا وصحيا المفروض يبنيها مع شريك حياته اللي بينقيع عشان اللي هو عايز يعمله في حياته ده يعني اختيار شريك حياتك مرتبط بفاهمك لنفسك وفاهمك انت هنا ليه انت جاي هنا تعمل ايه عشان لما شريك حياتك ده يخش حياتك راجل أو ست يعني تكمله مع بعض في نفس الطريق فلازم تكون انتو الاتنين وجهتك واحدة ما نفعش بقى واحد راح يمين والتاني راح شمال بس انت اخترته عشان هي شكلها أمر فما قدرتش تقاونها لان انت كنت شايفها من حتة واحدة بس او ان هي اخترتك لان انت البنك المركزي فهي مش شايفة فيك غير الكريدت كارل بس انتو راحين في اتجاهين مختلفين ده اللي بيخلي الناس تبقى تعيسة في زواجها وما فيش زواج ما يبقى منظر عن فاضي يعني فبغض النظر الكلام ده فيه أبناء ولا لأ لان رغم ان المجتمع معتبر غاية الزواج هي التكاثر ربنا سبحانه وتعالى بيحضرنا الهاكم التكاثر الهانا عن ما بعده عن ما اهم منه عن الهدف عن المعنى لو وجودنا احنا وولادنا لو كان فيه ولاد تمام ولو ما فيش ولاد حياتنا ملاش معنى لا طبعا حياتنا ليه معنى ومعنى كبير ومهم وشركاء حياتنا هم شركاء الطريق ده اللي هيوصلنا للهدف اللي احنا عايزين نروح له ده هتلاحظوا ان آيات الزواج بتتكلم عن الراجل والست نفسهم وعلاقتهم ببعض ما بتتكلمش عن الابناء لان ده رزق بيد الله مش بيد الرجل والست اللي جاوزوا لكن حسن اختيارهم لبعض حسن فاهمهم لقيمة رابطة الزواج عمق تفاهمهم وصداقتهم وقوة علاقتهم رغم اي صعاب ده بيدهم يقدروا يعملوا يتحكموا فيه ولان مجرد انجاب ابناء لا يصلح الزواج المنهار والاختيار السيء الانجاب بين زوجينت وعساء ومش طاقين بعض او مش مهتمين او منفصلين عاطفيا حتى لو عايشين تحت نفس السقف في بيت ميت اكلينيكيا ده يعتبر عقاب مش مكافأة ومش ده خالص المطلوب مش ده الجواز فبالتالي لما الاختيار يبقى فقط لإشباع الشهوة والتكاثر بدون مشاعر اكيد الميزان هيختلف والاهتمام هيقل كل ما زاد التعود على وجود نفس الجسد ده امامك كل يوم فتفقد انبهارك بإشباع الشهوة وتصبح روتين بينما المهم ما هو داخل هذا الجسد من روح وعقل وقلب ونفس ده شريك الرحلة ده اللي احنا بنتجوزه مش الشكل ده اللي بنتدبس فيه باقي عمرنا أو بنتطلق منه لما نتجهله أو نختاره غلط وبعدين نفوق على الحقيقة المرة طيب كده النموذج الياباني بقى حلو وجميل زي ما كتير منكو قالوا لي في النقاش بما انه بيحيد الجانب الحسي تماما ويركز على الصداقة والتفاهم لا برضو مش ده اللي نقصده في رأيي الصداقة بين الزجان مهمة جدا جدا لازم يكونوا صحاب صحاب يعني متفاهمين فاهمين بعض على طبيعتهم تماما دماغهم واحدة بيعرفوا يتفاهموا يحلوا مشاكل يحلموا يتحكوا مع بعض ده اللي بيفضل بعد مشاهوة البدايات دي تنطفل ولكن في نفس الوقت الحميمية الجسدية جزء كبير جدا من هذه الصداقة الخاصة جدا بين زوج زوج الحميمية هي قمة التفاهم والتواصل في رأيي وأنا متخصص التواصل فبكلمكم عن علم ما بقى دلوقتي الحميمية بين الزجان قمة هرم التفاهم والتواصل المفروض نوصلها بعد ما نخلص الكلام بعد ما نعدي مرحلة التعبير عن مشاعرنا تجاه بعض بكل طريقة تانية فنوصل لمستوى من التقارب والتناغم أسمى وأقوى بكتير من أي كلمات وده المفروض يكون مستوى الارتباط النفسي بين الزوجين السعيدين اللي لا يمكن يوصلوله لو مجرد صحابه أخوه من غير رغبة المواد ده والرحمة جزء من التعبير ده الفاري سباشل ده بينهم لوحدهم وهم قفلين عليهم باب المواد ده الرحمة بتتولد في الوقت ده بيتعلموه يكتشفوه بالتدريج وهما بيتعرفوا على بعض بحميمية كل يوم بعد كده بيجي إيه السكن الهدوء والسكينة اللي بيجربوها بعد ما يتأكدوا إنهم آمنين مع بعض بيستمدوا الأمان من بعض مؤتمنين بعض على ضعفهم اللي بيحصل في اللحظة الحميمية قوي دي المتجوزين فاهمين كويس أنا بتكلم عن إيه فحاولوا توصلوا الفكرة دي للسه متجوزوش حواليكم عشان هما كل معلوماتهم عن الموضوع ده إما من الإباحيات اللي هي مجرد تأجيج الشهوى بشكل رهيب جدا بدون إشباع عشان الشخص يفضل طول الوقت جعان فيرجع يتفرج تاني وبتنزل بالحميمية لأسفل سافلين أدنى من الدواب دي معلومات معظم للشباب في مجتمعاتنا للأسف أو من الرومانسيات الخرافية اللي بتوصل للأساطير اللي ما فيهاش إلا مشاعر وعواطف وشاعر وأغاني بدون تدنسها بالحسيات من وجه بنظر الأفكار الرومانسية المبالغ فيها الاتنين في رأي مبالغات بتدمر التوقعات لأنه غلط لذلك العلاقة الحسية في الزواج أسمى بكتير جدا من مجرد وصف تفريغ الشهوى المقزس جدا بالنسبة لي اللي المجتمع بيستخدمه باعتباره هدف الزواج ده بيعطي انطباعا لاستخدام الأناني لجسد بلا رأس ولا روح ولا احتياجات ولا شخصية ولا مشاعر وبالتالي بلا أي قيمة إنسانية غير هذا الاستخدام وفقط وبالتالي لما يعجز أو يعجز عن أداء مهمته نرميه ونشتري جديد كم حد حولكم بيفكر في شرك حياته بنفس الشكل ده وده في رأيه أحد أهم وأخطر مسببات الشقاق والتعاسة بين الستات والرجالة في المجتمع النظرة المشوهة لأحد أجمل هدايا ربنا للزوجين لذلك لفت نظري إن انتوا اعتبرتوا الحميمية حاجة ثانوية أو مش مهمة أو مخيفة أو سخيفة أو مؤلئة أو عدمها أحسن أو من غيرها تبقى أسعد أنا استغربت جدا الردود اللي كانت من الشكل ده خصوصا لما دخلت بروفايلاتكو أنا كتير جدا بشوف الكومنتات بدخل بروفايلات شوف الناس مين اللي بيقول الكلام ده لقيت ناس شباب وبنات في مكتبع حياته ففيه إيه؟ محتاجين نفكر في النقطة دي شوية ونفهم سببها ليه شايفين الزواج الشكلي والحياة منفصلين في مكانين بعيدة عن بعض أو بدون تقارب جسدي اختيار مقبول لناس في عز شبابهم بعضهم لم يتزوج أصلا هل بسبب الرعب من الجنس أو استقذاره بسبب التشويه الاجتماعي لمفهوم الحميمية والمبالغة في الترهيب فمش قادرين تتجاوزوا الحاجز النفسي ده؟ هل بسبب أحدى الصادمة حصلت لكم في الطفولة يمكن أنتوا حتى مش فاكرينها أو عقلكم باطن خايف يفتكرها ولكنها تحولت لمحرك لقراراتكم هل بسبب اللي بتسمعوا من المتجاوزين؟ لازم تفهموا ليه؟ لأن من غير إجابة السؤال ده دايماً اختيار الشريك هيكون غلط هتختاروا حد لا يشعركم بالرغبة طلباً للأمان من مخاوفكم وده غلط جداً لو بتختاروا الشريك حياة طيب هل النقطتين دول متضدين أن مجرد إشباع الغرائز مش كفاية وفي نفس الوقت الزواج بدون حميمية مش كفاية؟ في رأيي لا الفهم العميق للنقطتين دول مهم جداً عشان نعرف نلاقي منطقة المنتصف بينهم اللي فيها التوازن والسلام النفسي الضروري لاختيار صحيح لشريك الحياة مش شكل ورغبة فقط ولا عقل وصداقة فقط فخلينا نقول صداقة حسية صداقة من نوع مختلف حد نقدر نبقى قريبين منه عقلياً وجسدياً في نفس الوقت مش حاجة فيهم فقط طيب هتقولوا لي فيه حاجات خاصة حالات خاصة حكينا هالك ما عنديش مشكلة مع الحالات الخاصة اللي الاختيارات الخاصة مريحة لوضعهم الخاص مشكلتي مع تعميم الاختيارات الخاصة على باقي الناس باعتبارها option وليه لا مع ناس في عز الشباب وزي ما قلت كامل طاقتهم وحتياجاتهم ما عندهمشوا معوقات من زواج سابق ولا أطفال ولا من جنسيات وبلاد مختلفة فليه خايفين من الحميمية ليه خايفين من التقارب الكامل والارتباط التام والالتزام الحقيقي وتحمل مسؤولية الزواج في رأيي بسبب المحرك التاني السلبي الخوف الخوف من المسؤولية والالتزام اللي أصبح قفة العصر ومن سماع حكاية الفشل والعذاب اللي معظمها أصلاً اختيارات غلط بسبب عدم فهم اللي احنا بنتكلم فيه ده وده السبب ان انا بتكلم فيه عشان نتفادى المأساة دي الدوافع السلبية بقى احنا كده كنا بنتكلم على الدوافع الإجابية اللي انتو قلتوها لي في التعليقات وفي الرسائل الدوافع السلبية بقى كانت واضحة ومقلقة جداً كان فيها المحرك الأساسي زي ما قلتوها الخوف مش عايزين نتجوز مش عايزين نخلف لأن اللي تجوزوا ده سهم القطر في عدم حسب مع أن ما فيش تجربة إنسانية شبهة تانية المتشابه اللي بيخلي التجارب الفشلة شبهة بعض هو طريقة اختيار الشريك الغلط والدوافع الغلط والتوقعات الغلط لكن الزواج في حد ذاته لا مرعب ولا مخيف ولا فاشل ولا عدم وحسن بالعكس احنا اللي فشلة في إدارته صح والتفاصيل هتلاقوها في حلقة استجابة الصدمة فلازم تتعافل أول قبل ما تختار من ضمن برضو الدوافع السلبية أن فيه ناس قالت اتجوزوا من غير تفكير خالص بسبب الرعب من الوحدة أو من الحرمان أو من العزلة الاجتماعية والخوف أو الهرب من ضغط الأهل والمجتمع والوصمة والزواج للهرب من الحياة السامة في بيت الأهل والخوف من فقد الأهل والتوهن في الحياة من غيرهم لأنهم ملتصقين زادة عن نزوم قوي ومتدخلين في كل تفاصيل الحياة وبالتالي أولادهم ما بيعرفوش يعيشوا من غيرهم وده يبين لنا خطورة اتخاذ قرار الزواج بدفع الخوف بكل أشكال ليه؟ لأن الدافع السلبي لا يمكن يوصل لنتيجة سلبية والكلام ده شرحناه بالتفصيل في قائمة حلقات كاملة مخصصة لموضوع الخوف ده دافع الخوف ليه غلط؟ فأرجوكو لو أي حد حسس بكده يروح يسمع قائمة حلقات الخوف لما تقبل أي حد وخلاص خوفاً من الوحدة أو العنوسة أو كلام الناس أو مرر الوقت فتبقى بتضحك على نفسك أن نتيجة هذا الاختيار هتكون سعادة وحياة صحية مستقرة لا أنت كده بتضحك على نفسك المقدمات تؤدي لنتيجك فالغلط لا يمكن تكون نتيجته صحة والجواز مش راشن رولات احنا مش بنلعب أمار مش أنا هعمل غلط بس هو بقى ربنا هيرزقني حاجة حلوة وبتاع غصب عني وأنا مش واخد بالي وبتاع ما فيش معجزات في الموضوع وبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن ما نفعش نمشي في سكة غلط وبعدين نقعد بقى نستنى المعجزة أنها هتقلب بصح فكده نبقى بنستهبل نفسنا يعني وكمان بنهمل بنستهتر بقرار قوي جدا وكبير عامل زي ما تنتخب مرشح أنت مش عايزه لمجرد أنك تهرب من مرشح تاني أنت مش عايزه برضه بمنطق أحسن الوحشين ولكن الحقيقة أن أحسن الوحشين عدم وحسن ليه؟ ركزوا معايا أو يرسموا اللي أنا بقولوا ده وإحنا بنكلم تخيلوا خط له طرفين ولو نقطة في الوسط النقطة في الوسط دي الصفر في طرف موجب أخره زائد عشرة ده مقياس الكويسين من واحد لعشرة والطرف التاني طرف سالب من سالب واحد لسالب عشرة ده مقياس الوحشين سالب عشرة أسوأ حاجة فيه أسوأ الكويسين من واحد لعشرة فوق الصفر أحسن الوحشين من سالب واحد لسالب عشرة يعني تحت الصفر فليه تردوا لنفسكم باختيار تحت الصفر؟ وصلت؟ أوحش الكويسين؟ مش هو أحسن الوحشين؟ فرق شاسع بينه بنفس المنطق الناس اللي بتقولك جوزت عشان أخلف بقية طريقة حتى لو هتطلق بعدها ده دفع سلبي وخطة سلبية وهدف أناني بيتحقق على حساب الطرف الثاني اللي بيستخدم لتحقيق مصلحتك والطفل اللي بيستخدم لتحقيق مصلحتك وغالباً هتخنقوه وتمنعوه من النمو العاطفي وتربطوه جنبكو لإن انتو خلفتوه لنفسكم فقط وهينشأ في بيت تعيس أو بدون أحد الأبوين لما يتطلقوا وكمان بتخذنوا الأسرتين بتوعي الزوج والزوجة اللي فرحوا لما جوزوكو كان نفسهم يسعدوا معاكم بتطور أساركم وحتى على حساب نفسكم في الآخر لأن انتو استهبلتوا نفسكم بأنانيتكم اشتريتوا التعاسى باختياركم وانتو متخيلين نهاية دي السعادة بعد انتو فجأوا بالحجم الحقيقي لألم الزواج التعيس وألم ومعاناة الطلاق ومسئولية رعاية طفل أنجبتوه من حد ما بتحبهوش وهتفضلوا مربوطين بيهم طول عمركم مين اللي يكسب في حالة زي دي؟ كذلك الزوج بدفع الهرب من التعاسى في بيت الأهل المفروض من كل اللي شرحنا في الحلقات نكون فهمنا أن وجودكم في أسرة في عنف أو علاقات سامة بيخليكم لا شعوريا تميلوا لاختيار حد شبههم لأن ده النموذج اللي انتو متعودين عليه فالاختيار العاطفي المتعجل بهدف الهرب عبارة عن حكم إعدام لأن انتو حرمتوا نفسكم من فرصة الخلاص الحقيقي من المشكلة اللي انتو فيها بالتأني في اختيار عقلاني أفضل فعلا من حيات كل حالة ومختلف عن مسببات التعاسى اللي انتو هربانين منها أصلا وظن معظم الرسائل اللي وصلتني تؤكد هذه المقساة باستثناءات قليلة هنتكلم عن بعضها الحلقة الجاية إن شاء الله لما حكي لكم القصص اللي وصلت فيه بقى دافع الوقت اتجاوزنا عشان حطين دادلاين لازم نتجاوز قبله وإلا فبقينا بنجري بنجري نتسول أي حد يوافق وخلاص أي حد جاوزونا يا جماعة بسرعة عشان الديدلاين بيجري ورانا بمنطق الحق قبل ما يخلص نلحق قبل ما قطر يفوتنا مفيش قطر بيفوت حد الجواز قرار مصيري مهم وخطير وبيحصل في وقته لكل إنسان حسب ظروفه فما ينفعش أول ما حد يتقدم نوافق وخلاص وهو كله زي بعضه عشان الديدلاين نقرب فاكرين كان فيه أغنية زمان بدنا نتزوج على العيد وبدنا نعمر بيت جديد كفانة عزوبية وجنون وليل وصهر وموعيد فاكرنا ناس كتير كانت بتشغلها في الفرح اللي كان غالبا بيقى في العيد فعلا موسم التزاوج في مجتمعاتنا بدون أي منطق مفهوم شمعنا في العيد يعني الجواز بيحصل في أي وقت مناسب للطرفين أكيد حلو نفرح في العيد ولكن هل أحد أهم مقاراتنا المصيرية المفروض يبقى له موعد أو ديدلاين بنسلم في المشروع زي ما بنعمل في الجامعة أو في الشغل الراجل اللي بيغني بيقول إن ده وفعه للزواج حسب بقى اللي إحنا حكينا ده إنه إيه اللي حقيعمل الفرح في العيد حتى لو العيد ده بعد بكرة وإنه بيتجوز لإنه زهق من العزوبية والصرمحة وعايز يفتح بيت واستقر ويعقل بقى كلام جميل ولكن هل ده الدفع الوحيد للزواج لكل ناس؟ وهل لما يفتح بيت بسرعة مع أي حد وخلاص بدفع الزهق أو الهارب من الزن هل ده فعلا هيمنعه من العودة لحياة العزوبية والصرمحة في العالم الحقيقي بعد ما الشهوة تشبع والزهوة تخفت وحياة الزواج تتحول لأمر اعتيادي غير مبهر ومش شبه التوقعات الرومانسية بالزواج؟ فاكرين قائمة حلقات الخيانة اللي الناس بتخون ماهو ده أحد الدوافع حيبة الأمل بسبب فرق التوقعات أو التوقعات الخرافية غير الواقعية وتتحول لحجة مش مكفياني مش فاهماني طب هو مين اللي اخترها ووافق عليها أصلا وجبت توقعاتك منها منين لو ما فيش شواهد تدولك إنها تقدر تحقق توقعاتك وهي يتقلها صبوري واحتسبي وشوفي مقصرة في إيه وصلحيه عشان خطر العيال بعد إيه بيت وولاد وفلوس وعمر ضاع في تعاسم بسبب اختيارات غلط طب الحوار ده مدرش بينهم قبل الزواج وكف الله المؤمنين القتال ليه أو كزوجين من الأول من بدري قبل ما الدنيا تضرب منهم بلا رجعة وجوزهم ينهار ما فيش إجابة لأن الزواج في مجتمعاتنا مجرد منظر اجتماعي ومتدخل فيه أطراف كتير جدا غير الاتنين اللي بيتفل عليهم باب دول فاكرين حلقة إزادورة اللي شرحت لكم فيها ليه بيحصل لنا مشاعر إحباط وخبط أمل بعد الزواج تفتكروا أحد أسباب المشاعر دي إننا مش عارفين بنتجاوز ليه أصلا ده السؤال اللي أنا كنت بحاول أجاوب عليه في الحلقة الطويلة العريضة دي أنا كده شرحت لكم رأيي ومنتظر أراءكم وقصصكم وتجاربكم في التعليقات والحلقة الجاية واللايف الجاية إن شاء الله هشارككم بعض القصص بدون أسباق نستكمل النقاش من تجارب وقعية شكرا جزيلا للحسن استماعكم شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله